موسيقى أهلا بكم زيارة وصفت بالتاريخية البابا فرانسيس في العراق وأم الفحم تصنع المجد وتندد بالانتهاكات الإسرائيلية في يوم الغضب وفي لبنان عقوبات أمريكية مرتقبة على رياض سليمي هذه العنوين وغيرها تتابعونها معنا في هذه الحلقة تشاركني فيها الزميلة غادة سعد غادة أهلا بك مرحبا رولو يعني البداية هي زيارة أقل ما يقال عنها بأنها تاريخية البابا فرانسيس رئيس الكنيسة الكاتوليكية الحبر الأعظم في العراق اليوم في زيارة تستمر حتى يوم الأحد في السابع من شهر آدار مارسها الحالي هذه الزيارة يعني رغم مخاطرها فعلا تحمل في طياتها رسالة سلام وأيضا تضامن مع مسيحي العراق إضافة إلى تعزيز التواصل مع المسلمين في العراق كيف انسحب فعلا هذا المشهد على الساحة الافتراضية هناك إجماع عراقي طبعا على الترحيب بهذه الزيارة سكان مدينة كربلاء رحبوا بأول زيارة لبابا فرانسيس باعتبارها رسالة تعايش بين جميع الأديان المختلفة الموجودة في بلادهم هناك من قال وغرد على موقع تويتر وتحل أهلا في العراق وفي مدينة النجف الأشرف مدينة أمير المؤمنين في ضيافة السيد السستاني تصل سالما وتعود إلى ديارك غانما بإذن الله تغريدة أخرى ترحب أيضا بزيارة البابا فرانسيس إلى العراق تحل أهلا وسهلا أهلا بك البابا فرانسيس في العراق نأمل أن نجعل هذه الزيارة تاريخية ونتطلع إلى تغيير الوضع مع قدومكم العديد من الناشطين على السوشيال ميديا يغردون هناك عدة وصوم على السوشيال ميديا يعني أخرها الآن البابا في عراق التأخي وأيضا البابا في العراق سواء باللغة الإنجليزية أو العربية ونحن أيضا في الميدين في تغطية مستمرة لمدة ثلاثة أيام تحت وسم لقاء الشجعان هناك العديد من التعليقات البداية مع ليلة تقول بصفة تتوجه إلى البابا فرانسيس قائلة بصفة امرأة عراقية مسيحية أنا فخورة وممتنة للغاية لأنك تفكر في الشعب العراقي وتزور العراق الذي عانى الكثير أمل أن تجلب هذه الزيارة الكثير من البركات للعراق وأيضا خالد كتب على صفحته مرحبا بكم في أرض السلام حيث يقتل الأبرياء كذلك شارك الناشطون على السوشيال ميديا مشاهد استقبال البابا فرانسيس فورا وصوله برقصة فولكلور العراقية نشاهد معنا هذا الفيديو يعني غادة فعلا العراقيون لم يكتفوا بالترحيب فقط بزيارة البابا في العراق إنما تعده ذلك إلى حملة لاقة انتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان أطلب من البابا أو أطلب من البابا هناك من طلب من البابا أن يطول في زيارته إلى العراق حتى نعيش حلم الأمان ولو يوم واحد فقط أيضا هناك من قال على موقع تويتر أيضا بلادي غير صالحة للحياة موطني بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 وحتى الآن لم يرى السلام هناك أيضا من طلب من البابا الصلاة من أجل العراق والشعب العراقي أيضا نحن على موقع الميادين في صفحة الميادين جو نشارنا فيديو اللي خطاب البابا خطاب السلام نتابع معا هذا الفيديو ahora vengo nella vostra terra benedetta e ferita come pellegrino di speranza lasciamoti contagiare da questa speranza che incoraggia a ricostruire e a ricominciare فعلا غاد هذا لقاء تاريخي بين المآذن والأجراس هذا ما نود أن نشهده فعلا في عالمنا العربي في ظل القتل والإرهاب التي تشهده والذين عيشه اليوم والذين تعيشه أيضا فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة من جديد حملة مدهمات في قرية العيساوية وتداهم عدد كبير من المنازل في البلدة كما أنها أطلقت القنابل الصوتية وداهمت الكثير من المنازل في البلدة حيث طبعا تصدى الفلسطينيون لها قوات الاحتلال لم تكتفي فقط بهدم منزل عائلة عليان في بلدة العيساوية منذ أسبوع تقريبا إنما أقدمت أيضا على نزع خيمتهم طبعا أهالي أم الفحم في خطوة لافتة وفي تعني التضامن مع الفلسطينيين بين بعضهم البعض جمعوا مبلغ حوالي أربعة ألف شيكل لعائلة حارس المسجد الأقصى فادي عليان طبعا لمساعدتهم في هذا الموضوع بعد هدم منزلهم الناشطون والفلسطينيون دعوا إلى التظاهر اليوم يوم الجمعة تحت عنوان يوم الغضب الفلسطيني تنديدا بالانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين من أجل التأكيد على حق الأرض الفلسطينية للفلسطينيين صفحة أم الفحم نشرت هذه الصورة وكتبت في تويت مش رح استنى ابني يكون الجاي أم الفحم بدأت المشوار وأيضا نشرت صفحة أم الفحم رسالة الشرطة الإسرائيلية التي اعتدت بطريقة همجية ووحشية على المتظاهرين أرفقتها برسالة تهديد لرئيس البلدية بأن تسير المظاهرة وفق القانون وإلا ستتخذ إجراءات تهديدية بحق الفلسطينيين كان هناك العديد من الصور التي انتشرت من تظاهرة اليوم في خطبة وصلاة الجمعة كوبايل المظاهرة للتنديد بعمليات الإجرام الإسرائيلية أيضا هناك فيديو خاص للميادنات من مظاهرة أم الفحم اليوم في فلسطين المحتلة نشاهد معنا هذا الفيديو يعني غدا أيضا دعوات أخرى انتشرت تحت عنوان الشباب ليكلوه هاشتاج مستمرون هناك أيضا استعدادات أخرى كانت أيضا لتظاهرات اليوم حيث نشر فيديو ينتشر أيضا على مواقع التواصل اجتماعي لأبناء بلدة الفحم وهم ينظفون الطريق أو مكان التظاهرة لإستعداد لتظاهرات اليوم وأيضا هناك أحدهم معلق على تظاهرة اليوم وقال بأن أم الفحم تصنع المجد في سياق متصل رولا قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق حول الجرائم الإسرائيلية جرائم الحرب الإسرائيلية لا يزال يلقى صداع على موقع التواصل الاجتماعي خصوصا مع استمرار ردود الفعل الإسرائيلية والأمريكية المنددة بهذا القرار والمواقف الرافضة له البداية ستكون مع كاريكاتور لصحيفة هاراتس الإسرائيلية الذي يظهر فيه جنود إسرائيليون يصوبون النار على مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية وذلك بعد قرارها طبعا فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة إحسان كتب على صفحته على تويتر وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين يقول أن أمريكا تعارض بالشدة فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيق بشأن جرائم الحرب أمريكا تحمل لواء حقوق الإنسان في كل مكان وتريد محاسبة كل دول العالم وتصدر تقارير تقيم الدول به وتفرض عقوبات بناء عليه مع عدى فلسطين كما تداول أيضا غادى الناشطون على تويتر هذا الكاريكاتور الذي يظهر فيه المحكمة الجنائية الدولية وهي تلاحق رئيس الوزراء الإسرائيلية بن يمين نتنياهو الذي يسارع لطلب المساعدة من الرئيس الأمريكي جو بايدن مغرد آخر كتب على تويتر يجب على المحكمة الجنائية الدولية استهداف إسرائيل والولايات المتحدة إذا لم تكن على علم فلدينا حكومة فاسدة وقد كانت كذلك منذ عقود إلى الجزائر مشروع قانون تقدمت به الحكومة لسحب الجنسية الجزائرية من مواطنين جزائريين يثير جدلا على منصات التواصل في التفاصيل تدرس الحكومة الجزائرية مشروع قانون يجيز سحب الجنسية كما ذكرت من مواطنيها المقيمين خارج البلاد الذي ترى السلطات أنهم يضرون بمصلحة الجزائر مقترح القانون أثار معارضة على السوشيال ميديا وليد كتب لن يتم تمرير مشروع القانون حول سحب الجنسية الأصلية للجزائريين المقيمين خارج الوطن دون المصادقة في البرلمان الذي تم حله وبالتالي يجب إجراء انتخابات تشريعية أولا ويضيف في تغريدة أخرى أن سحب الجنسية الأصلية للجزائريين هو أمر مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 15 التي تنص على أنه لكل فرد حق التمتع بجنسية ما لا يجوز تعصفا حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته أيضا استمرت التعليقات حول هذا الموضوع أحمد قال بأن الجنسية الجزائرية الأصلية أخذها الجزائريون من فرنسا الاستعمارية بعد تضحيات جسيمة قدموا فيها الملايين من الشهداء ولا توجد أي عائلة جزائرية لم تساهم في تلك التضحيات ولم تقدم أبنائها قربانا لذلك أيضا عبدالله كتب على تويتر الجنسية ليست شهادة مدرسية أو جائزة نوبل تمنح من دول أو من هيئات حتى تسحب لطارق ما الجنسية مكان ميلاد للجميع فهو ليست تعطية لأحد من أحد فلا يحق لأحد سحبه من أحد فكيف يسحب شيء غير ممنوح أصلا إذن هذه العنوين وغيرها نتابعها بعد الفاصل غادة مشاهدنا الكرام ابقوا معنا أنا بكون مشاهدنا الكرام مجددا غادة يعني الساحة اللبنانية مشتعلة ماذا فيها البداية مع ما كشفته وكالة بلومبرغ الأمريكية بأن واشنطن تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان الرياض سالمي العقوبات التي تدرسها واشنطن مرتبطة بتحقيق حول اختلاص المال العام تهمى موجهة إلى سالمي الناشطون على السوشيال ميديا منذ أعلان هذا الخبر أو هذه التسريبات بدأوا بالتفاعل ليل أمس البداية مع السحر تسأل هذه الناشطة عن سبب بحث الإدارة الأمريكية في هذا التوقيت تحديدا فرض عقوبات على حاكم المصرف وتقول أنه على ما يبدو أن سالمي لن يعود من سويسرا وفي حال اتخذ قرار بإسقاطه فأن هذه الخطوة هي بالطبع لهدف معين من قبل الإدارة الأمريكية علي قال بأن عقوبات مرتقبة على رياض سالمي ما يعني أن دوره قد انتهى ولم يعود صالحا أبدا للمقاء استبداله بواجه جديد ينال ثقة أغلبية القوى يكمل ما فشل به رياض سالمي وأيضا علي خلف الشيء الوحيد الإيجابي إذا فرض عقوبات على رياض سالمي أنه ممكن يفتح لهم دفاتر كلهم ويفضحهم هناك تغريدة أخرى لعادل يقول فيها بأن شعب لبنان عظيم والدليل على ذلك أنه ينتظر سويسرا حتى باشرة التحقيق في قضية غسيل أموال وأعلن تعزم قضائها على الاستماع إلى رياض سالمي وانتظر هذا الشعب الولايات المتحدة الأمريكية لتهدد بفرض عقوبات على رياض سالمي شو بسموا هذا الوضع وهذا الشعب هكذا تساءل كل ما يحصل في لبنان يأتي في ظل أزمة اقتصادية صعبة بالأمس انتشار على السوشيل ميديا فيديو لمشكل حصل بين أحد العاملين في سوبرماركت وأحد الزبائن سنتابع معا الإشكال في هذا الفيديو ما حصل رولا أن أحد الزبائن أراد شراء كياس حليب مدعومة في حين أن إدارة السوبرماركت تضع صقفا محددا للشراء لكل مواطن لا يستطيع أن يتخطى هذا الحد ما أدى إلى وقوع الإشكال بين الموظف الذي يعمل في السوبرماركت والزبون يأتي ذلك كما ذكرنا في الوقت الذي يعيش فيه لبنان أزمة اقتصادية خانقة وشح في المواد الغذائية الأساسية مع وصول سعر صرف الدولار إلى صقف عشر تلاف ليرة لبنانية حتى اليوم وعودة التحركات إلى الشارع ومشهد قطع الطرقات التي بات يتكرر بشكل يومي يعني فعلا هذا المشهد غادى مؤسف جدا ليس هو بجديد على اللبنانيين لطالما اعتاد لبنان على التظاهرات والليرة في انهيار ووضع اقتصادي صعب جدا احدى المغاردات والناشطات على موقع تويتر نشرت صورا من مجاعة الشام وجبل لبنان عام 1915 و18 خلال فترة من الصراعات الدولية وحكم سفاح واستفادت نخبة غنية وقالت ان يحكى الكثير فعلا عن مآسيها كان الناس يأكلون الجيف والنفايات بالقرب من بيوت الأثرياء وان الام كانت تضحي بولدها الأقال عافية ليعيش شقيقه نحن لا نمضي قدما بل نسير إلى الوراء حتى انه قبل قليل على السوشيل ميديا يعني قبل بداية الحلقة بدقائق انتشر فيديو على السوشيل ميديا لأيضا تظاهر او ربما احتجاج امام احد المحال التجارية او السوبر ماركت في منطقة صيدة في لبنان احتجاجا على غلاء الاسعار ربما كان يحاول المواطنون اقتحام السوبر ماركت تنديدا بهذا الغلاء فعلا ربما نحن نعود إلى الوراء ولا نمضي قدما هناك تقرير رولا للأمم المتحدة يكشف ان 17% من الاغذية المتاحة للمستهلكين في جميع انحاء العالم خلال عام 2019 اي حوالي مليار تون طعام تم التخلص منها واهدرت التقرير يشير إلى ان حوالي 700 مليون شخص ينامون وهم بدون طعام كل ليلة هذا الجراف الذي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية يظهر ان هدر الطعام يتركز بشكل اساسي في منطقة الشرق الاوسط بحسب النقاط الحمراء وايضا في القرى الاوروبية ولكن ذكر التقرير إلى نقص في المعلومات او الداة مما يمنع الحصول على ارقام محددة حول مكان الهدر هدر الطعام في جميع دول العالم يعني غدا لا شك من ان الذين فعلا يعانون من الجوع شهدوا ظروف قاسية في ظل جائحة كورونا هذا الانفوغراف يشير إلى الفئات الاكثر تضرورا جراء كورونا تظهر ارقام صادرة عن منظمة العمل الدولية وانه وفقا لتوقعات البنك الدولي فان ازمة كورونا قد تعرض للخطر التقدم المحرز في الحد من الفقر خلال دفع ما بين 71 إلى 100 مليون شخص إلى الفقر المتقع في عام 2020 وبذلك زاد معدل الفقر المتقع العالمي لأول مرة منذ عام 98 يعني فئات اخرى فعلا غادة تتضرر من اقتصاديا اليوم منها بورما هناك عقوبات امريكية جديدة ضد الجيش في بورما وهناك تواصل أيضا للتظاهرات في التفاصيل واشنطن اعلنت فرض عقوبات تجارية جديدة على بورما وزارة التجارة الامريكية اوضحت انه فرضت قيود جديدة على الصادرات على بورما وادرجت على قائمتها السوداء وزارتي الدفاع والداخلية المسؤولتين عن الانقلاب فضلا ايضا عن هيئتين تجاريتين تديرهما وزارة الدفاع طبعا يعني توازيا مع هذه العقوبات استمرت التظاهرات في بورما غادة هناك من نشر صور لأحد التظاهرات على موقع تويتر وقال ان هو مصاب برصاصة وكتب قتيل اخر اليوم لم تعود فعلا اهل حياة اهل بورما امنة للعيش في المنزل وفي الشوارع التظاهرات السلمية لا تزال مستمرة مثلا ستلا شاركت هذه الصور وتقول الاقلية العرقية في بورما ايضا احتجت امام المجلس العسكري وشارك هذا الحساب صورا لطلاب قليات الطب في بورما وكتب الشعب مستمر في الاحتجاج بشكل سلمي من خلال هذه الصور على السوشيل ميديا ايضا صحيفة The Economist على موقعها الالكتروني نشرت تقرير يفيد بانه وتقول فيه بانه رد الجيش على الاحتجاجات في ميانمار يزداد وحشية في تفاصيل هذا التقرير اشارت الصحيفة بانه مع تهافت المتظاهرين ازداد المجلس العسكري شراسة وبدأ الجنود في اطلاق الذخيرة الحية على الحشود ولفتت الى ان يوم الثالث من ازار المارس الحالي كان اكثر الايام وحشية ودموية حيث قتل ملاي قلعة 38 شخصا وذكرت الصحيفة ان الجيش يأمل ان يقنع باطلاق النار المتظاهرين بالتراجع ونقلت ايضا عن احد المتظاهرات او احد المتظاهرين قولوا بانه الشوارع لن تكون خالية ابدا الى نيوزيلاندا حيث من المتوقع حدوث تسنامي بعد الزلزال الذي وقع هناك العديد من الناشطين بدأوا بمشاركة ما يحصل في نيوزيلاندا هذا الحساب نشر هذا الفيديو وعلق بالقول هذه هي الموجات الاولى من تسنامي نيوزيلاندا الشوارع يعني تغرق بالمياه وهذا فيديو اخر هذا الحساب شاركه لسكان في نيوزيلاندا يقومون باخلاء بيوتهم تركبا للتسنامي الذي حزرت منه السلطات فلذلك يتوجهون الى اماكن بعيدة عن الشاطئ يعني كوارث طبعية فعلا تشهدها العديد من دول العالم كل سنة في هذا التوقيت ولكن هذه المرة هناك كارثة انسانية فعلا شهدتها بوليفيا وفات سبع طلاب بوليفيين جراء سقوطهم من طابق من مبنى جامع عندما انكسر حاجز حماية مبنى الجامع في بوليفيا وصيب اربع طلاب انكسار هذا الحاجز يعود الى شجار اندلع طبعا نشاهد الان هذه الصور حول هذا الموضوع شجار اندلع بعد تجمع مجموعة من الطلاب في جامعة الالتو العامة في مدينة لباز ووقعت اشتباكات كما نشاهد الان بالايدي وتردد ان حاجز الحماية انهار خلال الحادث وحاولت طبعا فرق الطوارئ ورجال الاطفاء وشرطة المحلية تقديم المساعدة وتم نقل الطلاب الى مستشفيات مختلفة بينما لم يتم الكشف عن سبب الشجار هذا ولكن هناك من قال انه سبب هذا الشجار الذي حصل يقول هذا المغارد بانه يعرف تماما عن هذا الشجار والمعلومات حول الموضوع انهم طلاب يحتاجون على الحكومة الرئيس السابق اصبح ديكتاتورا وبدأت فتاتان في القتال من دون سبب وذلك تسبب في وقوع الحاجز تغريدة اخرى ايضا هناك طبعا يعني تغريدات وتعاطف كبيرة على سوشال ميزيا حول هذا الموضوع الكثيرون نشروا هذا الفيديو وفيديوهات لهذا الشجار بين الطلاب منهم من تضامن ايضا ونشروا العديد من التعليقات حول هذا الموضوع وتندد بايضا وتعزي اهالي الطلاب الذين لقوا حتفهم في هذه المشكلة طبعا بهذه التغريدة نكون انا وانت وصلنا الى ختام هذه الحلقة طبعا اذكر بالدخول الى موقعنا باللغة العربية لمزيد من الموضوع المكتوبة وفيديوهات وموقعنا باللغة الاسبانية ومواكبة طويلة الميادين لثلاثة ايام حول زيارة البابا الى العراق مع هاشتاج لقاء الشجعان والتفاعل معنا على منصاتنا فيسبوك وتويتر وانستغرام وعلى هاشتاج انتم اونلاين شكرا لك غادة الشكر طبعا موصول لمشاهدين الكرام شكرا على حسن المتابعة في امان الله اشتركوا في القناة